مرحبا كيف الحال ان شاء الله انتو بخير يا رب اليوم زي ما انتو شايفين باربيكيو اليوم في عنا هش ونش شقاف وكباب وجاج وشاوي كله على الفحم وكانت صفرة بتشهي وبتجنن هلا لنشوف كيف عملنا هاي الوصفة كيف عملنا هاي المشاوي هلا رح نعمل الطريقة هون عندي انا بهاي الكبة حطيت راسين بصل هون بدي اتب بالجاج انا هلا سنين ثلاثة توم رنين فلفلة يا حلوية حارة زي ما بتحبو انا حطت فلفلة حارة وزرين بندورة كمان فرمتهم كلهم فوق بعض عشان اعمل تتبيلة الجاج اللي بدن شوي طبعا هون انا رح اشوي فخاد ما رح اشوي صفاين نفس الخلطة لسا فاين بتمشي بس انا بحب الافخاد اكتر اللي هن الدبابيس الدرامس بخلطهم كتير منيح على الخلاط هادا وبعدين باجيب هون بدي اكمل ما وسعت الزر التاني من البندورة رح اكمل زر البندورة التاني واكمل خلط طبعا هاي الجاج بده شوية مجهود يعني بالتتبيل مش متل اللحمة والكباب اللحمة والكباب ما بدهم اشي هون حطيت ثلاثة اربعة سنون حب من الهيل وحطيت اربعة خمسة من الكبش قرنفول لانه ما عندي مطحوم بدي ايهم ينطحنوا مع التتبيلة هلا هون بعد ما طحنتهم وكملت كل شي هلا بدي احطهم بتبروير عشان ضغري اغطس الجاج فيهم طبعا ما اتغلب فبحط التتبيلة هاي اللي انا طحنتها وهلا بدي ازيد عليها بهارات طبعا شو عندكو بهارات حطوه انا حطيت بالاول زي ما قلنا حب هال وكبش قرنفول هلا راح احط فلفل اسود مثلا منحط لنا شي معلقة صغيرة فلفل اسود منحط لنا شي معلقة بابريكا هون حطيت شوية زيت زيت ضراء عادي رشة جوز الطيب رشة مش كتير عشان ما يمرمر هون حطيت عشاب مشكلة يعني الاطاليان عشاب الايطالية حطيت بابريكا حطيت دبس الرمان حوالي معلقتين كبار دبس الرمان معلقة كبيرة بابريكا ملح حطيت هون شطة طبعا اختياري هون حطيت انا باربيكيو سوس حطيت حوالي معلقتين باربيكيو سوس سويا سوس وحطيت تشيلي باودر اللي هو الشطة الباودر الحارة حطيت فلفل حوالي معلقة صغيرة فلفل ارفة نص معلقة بهارات مشكلة معلقة صغيرة حطيت هون زنجبيل نص معلقة زنجبيل ونص معلقة ومعلقة من الكاري وحطيت نص معلقة من العصفر هذا وحطيت اربع خمس معلقة لبان وليمون زي ما انتو شايفين اصارت حبة ليمون كبيرة وبخلط كلهم حطيت ملح معلقة كبيرة ملح وبخلط كل التتبيلة هاي مع بعضها البعض هلا بعد ما خلطهم كتير منيح باجيب بالدبابيس الجاج طبعا اللي هم الدرامز مغسولين غسلتهم ونظفتهم بالملح والليمون ونشفتهم مظبوط هلا هون انا بشرح الجاج زي ما انتو شايفين بالسكينة وبحطها بالتتبيلة طبعا بجلده زي ما هو عشان اني شويه هلا هون خلصتهم انا بغطستهم بالتتبيلة هادا الحكي قبل بيوم طبعا من الافضل انهم يقعدوا 12 ساعة بالتلاجة هون بحاول اني ادخل التتبيلة بقلب الدبابيس الجاج مظبوط وبغطي عليهم بحطهم بالبراد لتاني يوم لوقتي الشويه هلا هون عندي انا الكباب هون عندي حوالي 700 جرام من اللحمة كباب مفرومة طبعا فرمة وسط طبعا هون هي خشنة ولا هي نعمة هلا للكباب انا شو بدي احط بدي احط اللي انتو شايفينه بقدونس وبصل وتومي ورشة جوز الطيب وفلفل ورح احط كمان بابريكا ورح احط دبس الرمان هلا هون انا بالاول بدي اعمل البصل ليش لاني بدي اصفر ميت البصل لاني بدي استخدمها للشوقف واحط البصل بدون مي يعني اقيم المي منه فهون انا بفرم البصل وبحطه بالكبه هلا هون انا عم بحط ملح على البصل عشان يسهل على البصل انه تنزل ميته ورح افرمو زي ما انتو شايفين بهاي المفرمة بفرمو شوي ناعم لانه كمان انا بالكباب ما بدي ايا يبين البصل كتير يعني فرمته قوية بعد ما افرمو بجيب بحطه بمصفاية وبصفيل حتى اخد هاي هون صفيتو واخدت المي منه وفرمت البقدونس طبعا والتوم حطيت سنين توم وحطيت يعني ضمت البقدونس مش كتير كبيرة وهون بحط رشة جوص الطيب رشة يعني مو كتير رشة كمان هون رح احط تقريبا معلقة فلفل علقة صغيرة فلفل علقة فلفل هون ملح رحححط معلقة كبيرة ملح علقة رحححط بابريكا علقة بابريكا رحححط معلقة يعني معلقة كبيرة بابريكا حطيت تقريبا وهون في عندي كمان الشطة الحارة اللي هو تشيلي باودر رح اعط منه نص معلقة ما رح عكتر كتير بس نص معلقة لانه حار شوي وهون ايش كمان حطيت هون عندي زي ما قلتلكم معلقتين من الدبس الرمان عشان يعطي شوي تحموضة انا بحبه هيك ورح احط كمان اشي تاني اللي هو هون زدت الدبس شوي رح احط اشي تاني اللي هو الباكينج باودر رح احط يعني بتكوا تقولوا ربع معلقة صغيرة من الباكينج باودر حتى تعطيها كنفشة ويعني كيف بنفش شوي هلا هون رح اعجنها كتير منيح كلها مع بعض بعجنها زي كأني بعجن عجين حتى يعني يصير فيها خيوط هيك وتتماسك مع بعض البعض طبعا كانت هاي الكباب اللي انا عندي هون نسبة الدهن فيه لتتجاوز العشرة بالمية طبعا انتو حتى يطلع يعني كتير جوسي وكتير يعني هيك طيب اكتر من اللي انا عملته لازم يكون حوالي عشرين بالمية دهن فيه بس هون انا يعني انا بقدرش كتير على الدهن فخليت يعني تقريبا عشرة بالمية واقل شوي فالعجن هون رح يكون عجن كأني بعجن عجينة حتى يصير في عندي انسجة باللحمة مشان تتماسك مع بعض البعض ايك عجنتها كويس هلأ بغطيها بنيلون وبحطها بالتلاجة هاي هون في عندي لحمة للشوي لحمة شقاف طبعا هاي اللحمة اللي هي فتيلة البقرة هاي الفتيلة اللي هي اسمها تندرلين هلأ رح اقطعها مكعبات ونشوف شو يبنا وهاي ميت البصل وخلطهم مع بعض ملح ما رح اخد هلأ ملح الا قبل الشوي ممكن احط شوية الزيت كمان لاني شايف اللحمة كتير حمره شايفين رح احط شوية زيت صغيرة حطت عليها معلقة زيت زيتون معلقة كبيرة زيت ستون بخلطها كويس هايك وبحطها بالتلاج هاي هيك هلأ هون تاني يوم احنا بدنا نعمل الباربيكيو هون جزاي ما انتوا شايفين عم نسيخ الكباب طبعا شتت الدنيا وشوية ما صورته بصراحة لانه نعجأنا ونسيت ورا عم بالي التصوير كله فبس الطريقة هاي موجودة عندكم بس حطهم مع الفحم يعني ما صورته بصراحة لانه فجأة صار في شتاء شايفين كيف منسيق الكباب بنحاول انه نشده على السيخ ونصبعه هيك تصبيع حتى ما يوقع طبعا هو لازم يكون ملحه مزبوط مشان ما يوقع من السيخ كمان هاياتو زي ما انتوا شايفين هلأ هون احنا شوينا وخلصنا يعني للأسف زي ما قلنا شتت الدنيا فهاي الاكل زي ما انتوا شايفين الشقاف كانت زي الزبدة طرية بتشاهي بتشاهي وحطين بينهم بصل والكباب وهي الجاج شايفين ما اجمله كان الجاج رائع الكباب رائع والشقاف كانت رائعة عملنا صلاطة خضرة عملنا حمص وعملنا امتبل واكلنا وتمنيناك تكونوا معانا وبتمنى يكون الفيديو عجبكم لا تنسونا من كل الاشياء يا الله باي باي شكرا اشتركوا في القناة شكرا